صباح الفل عاملين ايه؟ طبعا اتمنى انتو تكون تستفادوا من الكام فيديو اللي احنا عملناه من الفترة اللي فاتت وطبعا كان فيه فيديو كنا بنتكلم فيه عن العربية اللي هي الفولكسفاجن بوينتر 2007 ماشي وتكلمنا عن شوية تفاصيل فيها دي عن تجربتي واتمنى يعني لو حد ايه؟ كان يدور ومتشكعت من انه يكون استفاد طبعا بالحاجات اللي انا اتكلمنا فيها عن العربية ففيه حد كان بعتلي سؤال تمام وهو سؤال طبعا مهم جدا دلوقتي لو انا عاوز اقصة العربية اعمل ايه؟ تمام وطبعا موضوع القصد ده بينطبق على حاجات كتيرة جدا ماشي في حياتنا عموما يعني اه يعني لو دمسة بتعمل شوبينج طبعا بدلوقتي بقى فيه انظمة تقسيط على يعني يعني جوميا وسوق وكايروسيلز ووقع فتيرة جدا بتقصت يعني ماشي اه وارا شوب راجل شك تالبا يعني معظم الشوبينج دلوقتي اصبح فيه تقسيط كمام؟ فانا دلوقتي لو انا عاوز اشتري عربية استماعي كلام ده انا بكلمه لكم عن تجربة ان الموضوع كان في دماغي من فترة وانا متابع الموضوع من زمان اوي فهنتكلم النهاردة بشوية ارقام عن الموضوع ده وانك ازاي تحسب المقصة بتاع العربية تحتك ده لو انت ناوي الجيب جديد او قديم فانحنا هنتكلم الاول في الجديد او قديم خلاص فدلوقتي انت الاول هنحكي شوية تفاصيل كده عن موضوع الجديد والقديم وايه الفارق طبعا الفارق فيه الفايدة اللي الشركة او المعرض بيحطها على الايه على العربية ماشي اه انت لو كلمت مثلا اه موقع فابريكا موقع فابريكا بيحط عربيات اعتبر كاسر زيرو وعربيات مستعملة ولكن تم فحصها كويس ومراجعتها وشوية حاجات كده يعني وبعد كده بيحطتها هو على الموقع انت لو دخلت على فابريكا هتلاقي في اسعار عربيات مستعملة موجودة ولكن المشكلة اللي انت لما بتيجي تشتري المستعمل مع ان ان انا مش عايف ايه السبب بتدفع فايدة مثلا ستة اشرف المائة ماشي انا فمرة وكنت بسأل على عربيات المفروض العربيات في السوق مثلا سعرها تسعين الف مثلا حيث انت تشتريها منه على ثلاث سنين مثلا تدر من فايدة ستة اشرف المائة في ثلاث سنين فالفايدة تبقى أقل طبعا الناس لا يعرفون لماذا يعملون الفايدة كبيرة على المستعمل لكي يضمن حقه بدري اعتقد انه هو اللي سيشتري مستعمل بالفايدة يعني ممكن مثلا لو حد ملووش تعامل مع البنوك خالص فيضطر انه يتعامل مع ذا بالفايدة دعونا عشان ما نتوهش من بعض انا دلوقتي بروح للبنك وعاوز اخد سيارة قسط فانا هدفع عد ايه او مثلا هروح للمعرض وفي عربية معروضة دعونا نحسد بقى كده العربية دي مثلا سعرها 200 دعونا نتكلف رقم صغيرة دعونا نتكلف رقم صغيرة انا مثلا استعمال دي سعرها 100 الف جنيه وانا معي 50 الف جنيه اريدك تحسب بقى كده ايه معي كويس حلو فبالتالي باقي كام باقي كام 50 الف جنيه كما اللي هو المفروض البنك هيتفع حالي ماشي البنك بيمولك بيتدابع الموضوع الحلال وحرام ده اتمنى الناس تدابع علينا ان ده مش غامش نحن نتكلم فيها هنا ماشي عشان ما حدش يسأل لي ويقول لي دي حلال دي حرام النقطة دي يعني شوفوا القراء الفقهية والعلماء قالوا ايه فيها وربنا ايه يعني يساهل لكم في الامور كميع جنيه مهم دلوقتي انا العربية سعرها 100 الف بنيه معروض البنك بقى الميزة في ايه بقى ان البنك الفايدة بتاعته للموظفين ماشي واللي لهم سجل وبطاقة دراجبية بتبقى اقل من اللي هو ما معهوش حاجة خالص يعني دلوقتي مثلا حد مثلا هنقول اللي هو معهوش وظيفة سواء حكومية او قطاع خاص بعقد ولو تأمينات اجتماعية والحاجات دي فبالتالي الموضوع الفايدة بتاعلي شوية فبالتالي بقي 50 الف جنيه 50 الف جنيه دول هاخدهم من البنك مثلا في خمس سنين اللي هم ستين شهر اللي هو كام ستين شهر ماشي وعليهم هنقول فايدة مثلا اقل فايدة في البنك كنت انا اسألت بنك السي اي بي مرة كان عامل الفايدة بحوالي 7.3% ماشي في بنك طبعا 7 ونص وفيه 8 وفيه 9 على حسب الحالة بتحتك خلاص لو انت موظف فهو بيقللك الفايدة لو انت معاكس جل تجار وتقدر بي الفايدة بتزيد شوية لو انت معاكس خالص بدون عمل الفايدة بتزيد وممكن لعشرة في المية وممكن اكتر وقرد السيارة غير القرد بتاع الشخصي القرد الشخصي القرد الشخصي فايدته بتوصل الـ 11.2% ماشي كيف احسب على دلوقتي افترض ان الفايدة مثلا 7% خلاص 7% في خلال خمس سنين هتدفع عد ايه في الشهر في خلال خمس سنين هتدفع شهرية اللي هو في ستين شهر هتدفع كام وفيه مصرف بتنظاف لا يتغيق خلال الستين شهر لانا احتاج 50 الف جنيه من البنك ماشي يبقى انا عاوز السبعة في المية دي في خلال خمس سنين اضرب سبعة في خمسة خمسة وثلاثين في المية خلال الخمس سنين طبعا حد اقول لك فايدة مركبة فايدة بسيطة ماشي عارب ايه ما تشغلش بالقصة دي انت هتكلمه هتقوله انا عاوز دلوقتي كل شهر ادفع مبلغ ثابت ليتغيق خلال الستين شهر خلاص عشان ايه محدش يتوه بقى ويقول لك فايدة متنقصة وماشي عارب ايه واللتفة الطويلة دي انت مانكشي دعا به انا عندي سبعة في المية في خمس سنين بخمسة وثلاثين في المية دي الفايد او المبلغ اللي هيتم اضافته على المبلغ اللي انت واخده على الخمسين الف فبالتالي يبقى انا عندي خمسين الف زائد الخمسة وثلاثين في المية نسبة الفايدة متغربة في خمسين الف كمان هتديك كام سبعة وستين الف وخمسمية جنيه ماشي سبعة وستين الف وكام وخمسمية جنيه المبلغ ده ماشي المبلغ اللي هو طلع لنا ده اللي هو يعتبر طالع من البنك بالفايدة بتاعته ماشي ولكن انت اللي هو هتدفعه للبنك ولكن انت ايه هتاخد كام هتاخد خمسين الف جنيه بس محدش يتوه ايه او ايه موظف يحط ارقام زيادة وكده لا انت اقول له الفايدة الوقت وعد احسنها معي بالطريقة اللي انا بحسنها معي ستذهب من كده سبعة وستين الف وخمسمية على ستين شهر بقى انت مفيدة يدفع كام الف مية خمسة وعشرين خلاص خلاص خلال الستين شهر ما هي المصاريف البنك ياخدها ما هو برده البنك لمصاريف ادارية والبنك المركزي يجب ان يأتي بوافقة من البنك المركزي الاول الموضوع يمشي كده انت بتقدم يبعث له البنك المركزي يشوف حاجة اسمها اي سكور يشوف عليك قروض يجب لك التاريخ التاريخ التأمين اتأكد انت لا يوجد شيء اذا انت متاح لك نسبة كذا متاح لك نسبة كذا كم من مرتبك سنقول انه 1000 جنيه يبقى انت لك 35% في 1000 جنيه 350 جنيه ينفع تاخد بهم قارد ماشي حد يأخذ 10 تلاف جنيه يبقى لي كام 35% ايه 35% ايه 35% ايه 35% ماشي في 10 تلاف جنيه 3500 جنيه قصد شهري متاح لك ان تاخد قارد يعني 3.5 صدور لو انت اخدهم قارد اجربهم في 60 شهر ويطلع منهم نسبة نسبة الفايدة بتاع البنك فبالتالي لو انا دلوقتي اعاوز اخد 100 ألف جنيه هنحسبها كمان مرة انا اعاوز دلوقتي اخد 100 ألف جنيه القصة بتاع 100 ألف جنيه هيبقى كام هنضيفه المئة ألف جنيه او زائد 100 ألف زائد قول خمس سنيه مثلا 35% في 100 ألف بكل بساطة يبقى انا عندي مبلغ 135 ألف منيه لو لها قصة في 5 سنة لو قصة في 4 يبقى اضرب 4 4 في 7 في المية اللي هي كام 28 في المية يبقى بتساوي مئة ألف في المية مئة ألف زائد 28 في المية في مئة ألف يبقى كام مئة ثمانية وعشرين ألف في المية خلينا في الحزبة الأولانية اللي هي على الخمس سنيه اللي هي 135 ألف يعمل كده 135 ألف على ستين شهر هيطلع القصل بتاعك 2250 دول ماشي مئة خمسة وثلاثين طبعا 2250 دول انت بتاخد مئة ألف بس مش بتاخد كام المية خمسة وثلاثين عشان مرضو الناس تبقى فاهمة يعني أنا بحسب لك قيمة القرض اللي انت بتاخده وتشيل منه الفايدة اللي هي بتاعت البنك اللي بيستفاد بها ماشي وبتاخد المبلغ بتاعك اللي هو المية ألف جنيه ماشي لو جيت تحسبها على اي مبلغ بالطريقة دي كده عندك شيت اكسيل ولا حاجة حط الفايدة اضربها في خمس سنين وبعد كده اضيف المبلغ او اضرب المبلغ المية ألف في واحد بوينت خمسة وثلاثين وهي واحد ليه المية ألف زائد خمسة وثلاثين قيمة الفايدة بتاع البنك في بعد بوينت خمسة وثلاثين طلعت مية خمسة وثلاثين ألف انا لو عندي عربية هيزبق خير عشان يبقى المعلومة ثابتة عربية سعرها ميتين ألف لو انت تعمل مع البنك لو انت موظف طبعا يفضل لا يعني ماشي الميتين ألف ميتين ألف انا باحيد ما أجملون فايد فايد pearls أنا أعاوز مبلغ مية وخمسة وثلاثين ألف لقينا حز進去 الخمسة وثلاثين للك اللائست من ذ店 اما كنت موجود نب الميتين آلاrik مستخدم ميتين وثنين ألف وثلاثين ذا في الميتين المبلغة مكتوبة عند البنك لان انت هتمضي على شكات ماشي او اصالات بلو او تعاليم مع شخص مثلا بيوفد فايدة بالمبلغ اللي هو ده الان 22000 على 60 سيطلع مبلغ 3375 جليد ماشي عشان ما تخليش حد يضحك عليك ده حزبة القصة بسرعة هتجي تخصم منه هم بالمبلغ ده لما بيطلع ماشي عشان برضو تبقى عارف يتخصم منه كام ده حد ان انت هتاخد 150 الف اخصم منهم واحد في المية يعتبر مصاريف ادارية وتمن الشكات اللي انت بيطلعك 150 الف بواحد في المية اللي هو 1500 جنيه و 150 جنيه شكات يعني تتلم في 1650 جنيه ماشي يبقى انت كده الحزبة كلها بتاعت القصة و اي قصة برضو بنفس القصة يعني انه بتغيس تحسب القصة بتاعك مازبو تعرف حزبينها صح ولا لا احسابها بالطريقة دي حط الفايدة ماشي ادربها في عدد السنين اللي هي مثلا 10% مثلا في 5% بقى 50% المبلغ اللي انت محتاجه زائد 50% في المبلغ اللي انت محتاجه ماشي اتمنى انتو اي ما تكونوش تهتو و الحزبة تبقى مزبوطة علشان محدش يضحك عليك ولا ياخد منك مبلغ زيادة ولا يسجل عليك مبلغ زيادة فأي عربية لو انت عربية مستعملة وبتقدم على قرد الشخصي بس يسأل عن موضوع الاول لحلال الله حرام عشان برضو ايه مبقاش انا متحمل زي انا بحكي لكم بس اللي بيحصل لما بتيجي تاخد سواء قرد شخصي او قرد سيارة ماشي طبعا القرد السيارة اقل من الايه من القرد من القرد الشخصي عربية مستعملة الفايدة بتاعتها زي ما قلت لكم ممكن تصل الى 12 و 13 و 14 و هناك شركات بتوصيل الى 16 في النهاية لانهم عايز يعني لم يتمند ايه العربية في اثر العوان بس بعد كب تبدأ انت شوية ورق كده بتوع البنك مطاقات او حاجات وتبدأ تقصت على طول تاني شهر من استلام القرد بس لو في حد مفهمش حاجة او في حاجة احنا ما قلهاش يقول لنا في الكومنتات وكل التوفيق ان شاء الله ويعرب يعني كل واحد يشتري ويحق احلامه واحنا كمان نشتري وان شاء الله عربية شكرا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا